قول عليه السلام من قول عليه الصلاة لمن أتقرد لماذا؟ لأنه لا يستطيع نقرد لمن أتقرد قول عليه الصلاة لمن أتقرد وقد أمرنا بمتابة ما في قول عليه الصلاة إنما أجعله ما أتقرد فيه فإلا تقرروا وإذا تقرر فعنصته وإذا ركع فركعه إلى الهديث فكما استثني من مد هذا الهديث وجعلنا أصحاب من لم يقرد قول عليه الصلاة صحيحة لأنه معدول كذلك في إجاز ولم يجد فراء في الصف ينطب عليه فاختدى وراء إمام في الصف وحده فصلاة صحيحة لأنه لا يستطيع الله أن يسهم إذا وصعر هذا التقصير ترجمة نانسي قنقر